اشتركوا في القناة فيديو مهم يريد تتابعونا وبإذن الله تستفيدوا معنا ويلا نبدأ بسم الله مع بعض عايز اقول لكم في الاول قبل ما نبدأ في الشرح ان احنا النهاردة خلينا الفيديو ده شامل كل الافكار الخاصة بالكونسبت وده للسببين السبب الاولاني ان انا شايفة ان الكونسبت ده مرتبط ببعضه جدا فمهم يعني ان احنا ناخده على بعضه في فيديو واحد تاني سبب ان طبعا انا عارفة الوقت بالنسبة لامتحانات الشهرية عندكم فمن خلال الفيديو ده هتكونوا لميتوا المعلومات الخاصة بالكونسبت كله تمام وبإذن الله برضو انا نويا هنزل فيديو خاص بكل اللسن وينحل كل الخاصة بيه زي ما احنا متعودين تمام كده عايز اقول لكم قبل ما نبدأ في الفيديو لو دي اول مرة تشوفونا يريد تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرز عن الكل علشان يوصل لكم كل الجديد اللي بنقدموه وكمان لو بتستفيدوا معنا يريد تعملونا لايك وتشيروا كل زميلكو بحيث الكل يستفيد ويلا نبدأ كده يا جماعة مع بعض في الاول احنا بنتكلم هنا على الفاكتورز تمام وتعالوا نشوف كده بقولك انت لو عندك الستيتمنت دي او الجملة اللي بتقولك ان 2 times 3 equal 6 تمام تمام انا النهاردة عايز اقولك ان احنا هندي تعريفات لكل جزء في الشكل اللي عندنا ده يعني مثلا هقولك ان 2 ده انا هسميه فاكتور عامل يعني و3 كمان هسميه فاكتور اما 6 الريزولت بتاعي او الناتج بتاعي هسميه البرودكت تمام كده يبقى مهم قوي نفهم ان كل جزء فيه جزء الملتبليكيشن اللي قدامنا ده بيمثل ايه 2 يمثل فاكتور و3 فاكتور تاني اما 6 الناتج بتاعنا بيمثل البرودكت اوكي طيب نشوف حاجة كمان فيه معلومة مهمة قوي ان انا بقولك ان 6 لما نيجي نعملها divided by 2 مثلا اكيد معناها 0 فاكريني الكلام ده ان انا بالعكس كده تعالوا نكتبه حتى كده مع بعض لما كنت بقول ان 6 لما عملها divided لل 2 مثلا كنت اقول equal 3 وما فيش ريماندر ما فيش متبقي معنا يبقى ان انا عايزة اطلع بالنتيجة من المعلومة دي ان انا لما البرودكت اللي عندي ده اعمله divided لأي فاكتور من الفاكتورز بتوعه هيطلع الناتج بتاعنا ناتج صحيح ما فيهوش اي متبقي ما فيهوش اي ريماندر تمام كمان اهو لو ال 6 divided by 3 equal 2 وبرضو ما فيش اي ريماندر مهمة المعلومة دي ماشي ريماندر 0 طبعا في حاجة زي كده تمام طيب نشوف حاجة كمان هقول لك ان انت عندك number زي 12 مش انتوا فاكرين معايا لما كنت بقول ان 12 دي ممكن بتساوي ان انا المقول 1 times 12 equal 12 صح وكمان كنت ممكن اقول 2 times 6 equal 12 وكمان هقدر اقول 3 times 4 equal 12 صح الكلام طيب انا عايزة اقول كده ان انا باع عندك اكتر من فاكتور باع عندك اكتر من فاكتور فتعال نشوف الفاكتور لو انا حبيت اكتب الفاكتور اللي عندي هقول هي عبارة عن 1 و 12 وكمان 2 و 6 وكمان 3 وكمان 4 صح ولا لا يبقى اصبع عندك كم فاكتورز هنا في number 12 عندك 6 فاكتورز تمام بتيجو نجرب number كمان تعال نجرب ايه number 2 مثلا number 8 هقولك اتنين 8 انا عارفة انها 1 times 8 equal 8 وكمان 2 times 4 equal 8 يبقى احنا كده عندنا كم فاكتورز هنا عندك 1 يعتبر فاكتور 8 فاكتور 2 فاكتور وكمان 4 فاكتور يبقى اذا هنا اصبع عندك 4 فاكتورز يبقى اللي انا عايز اقوله ان احنا اي number عندنا هنقدر نمسكه ونبدأ نشوف هو بيساوي كم times كم تمام وبالتالي هنقدر نشوف كل الفاكتورز الخاصة بيه مش كل numbers ليها نفس العدد من الفاكتور بدليل عندنا 12 كان ليه 6 factors ولقيت مثلا لها 4 فاكتورز number 2 هيبقى ليه 2 factors بس number غيره على حسب اوكي طيب يبقى احنا هنا من الجزء ده طلعنا معلمتين طلعنا ان احنا لو عندنا الشكل ده كل كل term او كل جزء من ده هقول عليه factor وفاكتور تمام واننا ممكن اي number اقدر احسيب له الفاكتورز الخاصة بيه ويبقى عندك عدد من الفاكتورز اوكي تشوف حاجة كمان عايز اقولك ان احنا هنعمل فكرة الفاكتورز دي بس باشكال مختلفة مش بطرق مختلفة باشكال يعني في كذا شكل عندك شكل اسمه factor pairs 3 شكل 3 وفاكتور اسمه rainbow شكل قزح وشكل تاني اسمه T chart طيب تعالوا نرسمها ونشوف تعالوا كده مثلا انت عندك number زي 18 تعال اقولك انا شكل 3 هامل ايه هقولك والله ان الاتين دي ممكن بتساوي 1 by 18 او times 18 صح طبعا وكمان انا عارفة ان الاتين ممكن بتساوي 2 times 9 صح وكمان عارفة انها بتساوي 3 times 6 تمام يبقى ده كده انا عملت الشكل اسمه الشكل 3 كده عملت factors الخاصة به number 18 زي ما لست وغدين من شوية بالشكل ده فيه شكل تاني اسمه شكل rainbow قزح كده هقولك ان الاتين المرة دي ممكن اعمل كده الشكل كده اقول هي يعبر عن 1 times 18 او 2 times 9 او 3 times 6 تمام كده هناخد اللي شكل او الصورة التالتة ان انا هقولك صورة التي تشارت هقولك هي بتبقى شبه التي ان انا بعمل كده فعلا اكني بكتب التي واقولك ان انا هكتب الاتين فوق كده وابدأ اقول هي كام times كام هقول 1 times 18 و 2 times 9 و 3 times 6 فهمتوا قصدي يبقى احنا كده طلعنا ان احنا عندنا اكتر من صورة ان انا امثل بيها الفاكتورز اللي موجودة عندنا يا اما بشكل 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 واحنا صراحة يعني بنفضل بتبقى يعني منظمة شوية ان احنا ممكن بقى نكتب اي عدد من الفاكتورز بيبقاش فيه يعني هي بديها شكل التابل شوية فاهمين ازاي؟ طيب لو مش بحدلك طريقة انا شافت تستعمل الطريقة دي لما تيجي تعمل الفاكتورز سهلة جدا ماشي نشوف حاجة كامل ادي الكلام ان احنا لسه شرحينه بالصورة اوطحة اهو ان انا بقول ادي شكل التري شوفوا رسمنا اهو وان واتين او تو وناين او سري وساكس وشكل الرينبو عملنا شكل القوس بالشكل ده كده اهو وان والاتين والتو مع الناين والسري مع الساكس او شكل اني منتكلم وان واتين 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 موضوع الى الان سهل جدا طيب نشوف كمان هنقول هقول لك ان احنا عايزين نتعرف على تقسيم للنمبرز وده اخذ نابل كده ان احنا كنا بنقول ان احنا عندنا حاجة اسمها even numbers وحاجة اسمها odd numbers even numbers يعني كان بنقول عليها حتى بالعربي رقم زوجي والاود نمبر رقم فردي وكنا بنقول ان ال even دي باختصار ان انا هادر لما عمل لها divided by two هيدي نمبر صحيح تمام يعني لما اجي اي نمبر من ال numbers ال even لما اجي اعمل لها divided by two اقسمة على اثنين هيدي نمبر صحيح اوكي طب تعال اول ناخد مثلا فاكرين كنت اقولك zero و two و four و six و eight كل دول يمثلوا numbers even اما بالنسبة للنمبر القط ال numbers اللي هي ما قلنا همش في دول اللي هم هيبقى one و three و five و seven و nine مهم حاجة زي كده جماعتم بحافظينها طبعا كمان مش بس كده انا عايز اقولك لو احنا عندنا النمبر مش مكون من one ديجت مكون مثلا من two ديجت مثلا نمبر زي مثلا هقول لك كده هل دا افن ولا لا هقول لك اتا هتبص على خالة ال once لو خالة ال once فيها نمبر من النمبر دول zero two four six eight يبقى نمبر كله افن يبقى اذا بقى ان دا four يبقى النمبر دا افن على خالة ال once انا لقيت ان فيها six و six دي من النمبر ال even اللي انا وغداها يبقى النمبر كله دا even تمام نفس المبدأ بطبعو على ايه ال odd لو منديك نمبر زي مثلا six three هقول لك دا odd ولا even هبص على خالة ال once لقيتها فيها three من ضمن النمبر دي يبقى النمبر دا odd معنا هديك نمبر اكبر six five seven eight اي نمبر يا جماعة seven تاني ها هقول لك دا even ولا odd هقول هبص على ال once لقيت ان فيه seven و seven من النمبر اللي انا عارفهم الخاصة بال odd يبقى النمبر دا كله odd فهمتوا كده يا جماعة ازاي نفرق ما بين number even و number odd بالمعنى ان ال even يعني number other لما نقسمه على tune هيدي number صحيح اما number odd مش كده تمام اه تاني حاجة ان انا قلت دي numbers zero two four six eight و بالنسبة لي و كمان قلت ان اي number عندك مكون من اكتر من ديجت هبدأ ابص على خانة ال once عندي ولو كانت فيها number من ال number يبقى number كل اما لو كانت فيها numbers من ال number odd يبقى number كل odd الموضوع متهيالي واضح كده هناخذنا كمان يا جماعة الكلام ده قبل كده هناخد دلوقتي تقسيمة تانية لل numbers تعالوا نشوف هقولك انما هسمي مجموعة من ال number اسمها prime numbers prime numbers طيب ومجموعة تانية من ال number هسميها composite number prime معنى اولي والcomposite بمعنى ايه مركب number مركب طيب ناخد الاول لالكزامبل وبعد كده نفهم ازاي نفرق ما بين ال number prime وال number composite طيب نشوف ال example هقولك 2 3 5 7 11 13 17 وهنكمل طيب نشوف numbers تانية للك composite هقولك ممكن 4 6 9 12 25 30 طيب هتقولي انا هحفظ النمبر هقولك هتفهم دلوقتي وهتلاقي نفسك انت عارفه هقولك ان في شرطين مهمين ان انا اقول على number اللي عندك اسمه prime number ايه هما الشرطين تعالوا نشوفوا هقولك اول شرط ان لازم مكون من 2 و different و factors تاني مكون من factors اتنين factors بس ويكونوا كمان different ويكونوا كمان different تمام طيب لو الشرط ده توفر يبقى النمبر ده prime مش بس كده جماعة في شرط تاني انه لازم يكون one and itself بس كده طيب نطبق على numbers الشرطين دول هنمسك number زي number 3 هقولك 3 ده مش انا عارف ان 3 1 times 3 بس في حاجة تانية تساوي 3 ها مفيش يبقى اذا انا طبقت الشرط الاول التاني هو انه one في itself وكمان نطبق الشرط الاولين انه فعلا two factors different اوكي نطبق على numbers زي 5 انا مش عارفة ان 5 دي مفيش الى one times 5 بس اللي equal 5 حلو طيب نطبق الشرطين ادي one في itself يبقى لو توفر الشكل بالشكل اللي احنا شايفينه ده على طول اقول numbers دي number prime numbers غير كده يا جماعة هيبقى الموضي الموضي طيب تعالوا برضو ناخد هنا ان انا بقولك ان الموضي الموضي بقى موضي مكون من اكتر من تعالوا نشوف مش انا لسه الى الفور الفور مش ممكن اقول عليها one times وممكن اقول عليها two times two شفتوا بقى بعدين اكتر من اكتر من two factors يبقى اذا ده نمبر طب نمسك six six مش ممكن اقول عليها one times six وممكن اقول عليها two times three يبقى اكتر من two factor ولا لا يا جماعة خلاص كده خلاص يبقى احنا كده فهمنا نراجع تاني عاللي احنا قلنا ان انا بقولك prime number عشان اعرفها هي فيه شرطين بتوفروا فيهم اول حاجة بتبقى مكتوبة في الصيغة one and itself وبقولك ان هما two factors والfactors the different add one وadd three add one وadd five طيب وبالنسبة لي numbers التانية اللي هي composed number لأ هي بكونة من more than two factors زي ما طبقنا على number four one times four او two times two وكذلك على number six تمام كده طب تعالوا بردو نبص بص كده اقولوكم افكار على prime number اتوا بلاحظين ايه كده معي two three five seven eleven thirteen seventeen هلاقي ان كلها numbers بتبقى odd odd numbers ما عادة ما عادة two two النumber الوحيد اللي even معنا في prime number النumber الوحيد اللي even غير كده هتلاقيوا كله odd 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 يبقى two اولا النumber الوحيد تاني حاجة هو اصغر number معنا او least number في prime numbers اقل numbers اللي احنا شايفينه دول هيبقى two مفيش اقل منه وكمان هو النumber الوحيد ال even غير كده باقي النumbers بتبقى odd تمام خلي بالكو احنا مكملين يعني انا اديت لكم اكزامبل ال ال الارقام اللي في الاول لكن بعد كده هتجرب مثلا نا مثلا twenty three مثلا ما فيش twenty three غير one في twenty three one time زي twenty three صح كده طيب فعند انا three five seven eleven thirteen seventeen ركزوا معايا جماعة مش كل القد يعني ما اقولش ال nine تبقى prime number ال nine مش prime number ليه اهو لو انا مسكت ال nine هقول انها one by nine وكمان three by three يبقى ال nine مش prime number ال nine composed number عشان كده بقى بقى بقولك ان انا بالنسبة ل الممكن بقى يبقى وممكن ريبة احنا شايفين for six مثلا و nine odd و twelve اهو و twenty five odd تاني و thirty event فعاملن زي ومكاملين برضو انا اديت لك exam زي ايه في الاول فهمتوا كده يا جماعة هنقصد ايه طيب ايه رأيكم اسألكوا سؤال مين يقول لي بقى one number one احنا ما تكلمناش عليه يا طرى ده prime ولا composed number ها تفكروا كده معي احنا هنطبق اساسا اهو نتجيب القلم كده مع بعض اقول لك مش ال one ده equal one times one حلو يبقى تكون من two two factors بس two factors ملهوش اللي كده يبقى ما ينفعش اقول عليه ان compose لان انا اقيل ان more than two factors مبدأين هو مش compose numbers تمام طب هو prime هو قال لك ان one ف ماشي one ف بس قال لك شرط مهم ان two different مختلف اذا one هنا نفس الفاكتور one one نفس الفاكتور طبعا فاذا ما اعتبرش prime number يبقى الى الان ان انا ما اقدرش اعتبر ال one لهو prime number ولا اقدر اعتبره compose number هو number حدي خالص تمام كده ركزوا يا جماعة في اللي احنا بنونها والله يا جماعة احنا دايما نقول ان اي معلومة بنعرفها بتنفعنا كمان باقي المراحل احنا مش منتكلم ان احنا خلاص خلاص امتحان وخلاص وخلاص على كده لأ احنا مكملين باذن الله ربنا وفاكو جميعا كده ونكمل بقولك حاجة تانية نرجع تاني كده احنا خلاص اه اوكي فهمنا نرجع اوكي للخطوة التانية ان احنا منتكلم عايزين نتعرف على حاجة جديدة اسمها الفاكتورز يعني ايه فاكتورز احنا لسه قيلين الفاكتور ان انا لو مسكت اهو نمسك القلم ان انا لو مسكت مثلا قلت ده كده اللي عندي صح طيب وكمان قلنا ان احنا ممكن اي نمبر زي زي اي اي نمبر اقدر امسك احلله كده واشوف بتاعته كده في الارقام اللي فات طيب هقول لك بعد دلوقتي انا بما ان انا فهمت يعني ايه برايم برايم نمبرز هقول لك دلوقتي احنا هناخد الفاكتورز بطريقتين طريقة الفاكتورز وطريقة تانية اسمها برايم فاكتورز طريقة الفاكتورز وطريقة تانية اسمها برايم فاكتورز تمام نشوف هنعملها ازاي من خلال الاكزامبل هقول لك ان انا علشان اطبق على الفاكتورز علشان اطبق على الفاكتورز معي هنشوف من خلال الاكزامبل مدينا نمبر زي 24 هقول لك هنعملها ازاي احنا سوغدنا تعالوا نجيب الالم مع بعض هقول لك انا هكتب اهو نرجع تاني هكتب اهو 24 تمام كده هقول لك ان انا هعملها من خلال التيتشارت وقلت ان اممكن اقول 1 times 24 وممكن اقول 2 times 12 طبعا احنا كلنا حافظين الكلام ده كله تمام وممكن 3 by او times 8 وممكن كمان 4 times 6 صح كده جماعة 4 times 6 مش كده دي الفاكتورز الخاصة ب 24 كويس يبقى ازا دلوقتي انا اقدر اكتب الفاكتورز كلها اقدر اكتب اقول لي ان الفاكتورز الفاكتورز عبارة عن ايه عبارة عن 1 و 24 و 2 و 12 و 3 و 8 و 4 و 6 و كده يبقى عندك 8 فاكتورز كده عندك 8 فاكتورز تمام عدي 4 و 4 8 فاكتورز تمام حلو كده طيب امال ايه طريقة اللي عايز نعملها وساعد نسميها المهم المهم قالك هي طريقة سهلة جدا هقولك انت هتمسك 24 وتقول انا هشوف انا هقسمها الايه و ايه هي مثلا 24 equal 4 times 6 تمام همسك 4 دي هشوفها هي كام times كام هي 2 times 2 واقف عنده هنا لان انا كده وصلت لرقم من numbers prime 2 prime و 2 prime فهنا هعمل كده تمام طيب وال 6 مش هسبها همسكها برضو هي 2 times 3 و برضو هقف عنده هنا واعمل circle بالشكل ده لان دول 2 و 3 numbers اللي ايه prime numbers هي دي طريقة prime factors يبقى لو طلب منك factor بس من غير ما يقولك prime هنعمل بشكل تيت شارت اللي احنا متعودين عليه ونطلع factors بالطريقة دي اما اما لو طلب منك prime factors لك احنا هنعملها بالطريقة دي نمسك النمبر ونشوف في الاول هو equal times the ونحلله بالشكل اللي احنا وصلنا له لحد ما بنوصل للنمبر prime هقولك على نوت مهمة ان انا لو مسكت prime number دي وعملتهم كلهم multiplication هيطلع لك النمبر الاساسي يعني لو مسكت قلت 2 times 2 times 2 times 3 وحسبنا كله ده هنلاقي equal 24 النمبر الاساسي دي معلومة مهمة اوكي طيب تعالوا كده مع بعض نشوف النوت دي بيقولك اهو اللي احنا لسه شرحينه بيقولك ان the number equal the product of all given prime factors ان انا لما وصلت لل prime factors هنا اللي هم 2 وال2 وال2 3 وبعد كده عملتهم كلهم multiplication تمام equal هيطلعك في النهاية 24 اللي هو النمبر الاساسي حلو كده هنوضح تاني كمان يا جماعة تعالوا شوفوا معي قبل ما ندخل في التوضيح هنعايز اقولكم آآ ممكن بعض منكم فكر انا ليه لما مسكت فيه طريقة ال prime مسكت ال 24 قلت هقسمها ل 4 times 6 عدينا بدرجع تاني اهو قلت ال 4 هي 2 و 2 ولازم اعمل سيرك لانه كده خلاص وصلت لل prime factors وهنا عبارة عن 2 و 3 وصلت prime factors وقلت لو قلت 2 times 2 times 2 times 3 كل ده هيبقى equal 24 النمبر الاساسي كويس طيب هقولك حاجة كمان ان انا ممكن برضو اعملها بطريقة تانية كل واحد زي ما قلنا قبل كده كل واحد ممكن يفكر بطريقة مختلفة المهم انوصل للناتج الصحيح هقولك 24 طب ما انا عارف يا جماعة ان 24 برضو بيتساوي 3 times 8 صح ولا لا صح هنا هقف لان 3 number prime number مش هكامل هامع عليها سيركل اما 8 هقدر لسه اكامل فيها اقول هي 2 times 4 وهنا هقف لان 2 number من النمبر prime اما 4 مش هقف هقول هي 2 times 2 وهعمل عليهم سيركل اذا اصبح الفاكتورز الجديدة هي 3 و 2 و 2 و 2 و 2 اللي هما دول يا جماعة معنا لو برضو عملت لهم times برضو هيطلع 24 ايه رأيكم طب تعالوا فكر بطريقة ثالثة اقولك ادي 24 تعالوا نقول انها عبارة عن 2 by 12 2 by 12 2 خلاص سيركل لانه وصلت للبرايم وقفت عندها اما 12 هقول انها لسه عبارة عن 2 times 6 وقفت عند 2 هنا 6 2 times 3 وقفت كده عند البرايم وبردو ادي طلع عندك اهو ادي لو قلت اكيد 2 times 2 times 2 times 3 برضو هيبقى equal 24 فيهمتو قصدي جابعة ان احنا هنا مش بنعمل حاجة ثابتة يعني المهم المبدأ سوري المبدأ ان احنا بنقول ان انت عندك 24 هنقسمه كام times كام ونبدأ كل نمبر هنمسيكوه ونقسمه مرة كمان اوكي نشوف كده اللي بعده طبعا هنا لو كنت موضحة بشكل افضل يعني ما فيش مشكلة اوكي هنا بعد ما خلصنا انا عايز اقول لك على معلومة مهمة وهي ايه بقى يا جماعة اه بيقول لك انت ازاي بتحدد النمبر ده اذا فاكتر او بيجيب النمبر او نوت يعني يعني تعالوا نشوف كده يا جماعة قبل ما اقول لكم تعالوا نشوف هقول لكم ايه يلا بقول مثلا انتو تايمز فور ايكوال ات صح لو انا سألتك قبل ما اقول لك ده لو ايلالك ات دي هل اقدر يا جماعة نقسمها او نعملها ويطلع النمبر صحيح طبعا طبعا كلكم هتبع عارفين ان احنا كلنا حفزين طبعا جداول الدرب اللي احنا ماخدنا عارفين ان ايد اللي استني هروح احسابها هقول لك ماشي احسابها بس ابل ما تحسابها لازم تبقى انت متأكد متأكد معايا انه هينفع او مش هينفع تعالوا نمسح ده ونشوف انا اصد ايه هقول لك انت بيقول لك one is a factor of any number every number has a factor bear of one and its itself يعني يعتبر الone ده factor لاي number factor ده ايه الone factor لاي number لان انا بقدر اقول ان1 times 2 equal 2 يبقى اذا بقدر ات Ignatz 2 او لا لا one times 3 equal 3 one times 4 equal 4 طبعا كلنا عارفين كده ان الone ده يعتبر factor لاي number ده بالنسبة لي ايه للوان. طيب بالنسبة ليه ايه القاعدة بتاعته اللي انا عايزة اقولها لك وتعرفها كده ايه معي. تعالوا نمسح ده برضو الكلام ده كله ونشوف. هقولك بقى بيه النسبة ليه التو. التو. نرجع كده يا ولاد. اقول نرجع تاني. سوري بقى. ماشي. هقولك ان التو بالنسبة ليه التو معنا. هقولك في قاعدة. لو انا بصت على النمبر اللي قدامك. ولقيت خانة الوانس بتاعتها فيها نمبر من النمبرز الايفن دول. يبقى اذا اكيد اكيد النمبر ده هينفع يتعمل له ديفايد باي تو ويدي النمبر صحيح. يعني لو النمبر اللي معك ايت مثلا. محنا لسا قيلين ايت ينفع ديفايد باي تو. طب لو نمبر زي تويني فور. هنبص على الوانس. الوانس ده فور. ومن ضمن النمبرز اللي هي دول اللي هما الايفن يا جماعة. محنا لسا قايلين النمبرز زي ايفن. وكنا قايلين لسا تعريف ان ايفن انه اقدر ان احنا صح كده. فمن تعريف الايفن اساسا اللي احنا خدناه. ان لما انا هبص على الوانس ولاقيه فور. يعني من النمبرز الامن اللي هما زير وتو وفور وسكس وتو ايت. اذا النمبر ده كمان ينفع ان انا اعمله ديفايد باي تو. طب نمبر زي فورتي ايت هه? هبص على الايت اللي هو في الايفن اللي هو في الوانس سوري. هلاقيه انه ايفن ايفن نامبر. تمام? يبقى ينفع طيب نمبر زي سري فور سكس ها مش مهم عند النمبر انا اهم حاجة ببص على خانة لقيتها انها سكس من ضمن يبقى ازا برضو النمبر ده ينفع عامله آآ ركزوا معايا يا جماعة في الكلام ده مهم هيبان بقى من خلال ازاي فعلا القواعد دي كلها لما هنستعملها هنحتاج نستعملها ونطبقها في الايه في اللي بنحله تمام هتشوفوا برضو مع بعض تعالوا نكامل بقى النمبر هقولك سري لي قاعدة طيب انا لو قلت لك ناين ديفايد باي سري ينفع هتقولي طبعا ينفع وهو ايكوال سري ما احنا حافظينه تمام طب اتين اتين ينفع آآ برضو هتقولي ينفع لانا حافظينه من جدول الضرب بتاعنا اتين ديفايد باي سري ايكوال سكس اوكي طيب هقولك برضو هنا لها قاعدة ايه هي القاعدة ان انا لو مسكت النمبر زي اتين وجماعت الديجيت بتاعه قلت كده على جنب وان باي ايت ايكوال ناين او النمبر اللي طلع ده ينفع يتقسم او ديفايد باي سري يبقى اذا النمبر كله على بعضه يرفع يتعمل ديفايد باي سري تاني تاني هنقول نمبر زي تويني فور انا بسألك النمبر ده ينفع اعمله ديفايد او هو فاكتور للسري ولا لأ طيب هقول هقول يعني سري فاكتور للإيه للتويني فور ولا لأ هقولك هاي كده على جنب هقول والسكس ده طبعا ينفع اعمله ديفايد باي سري تمام يبقى اذا النمبر ده كله على بعضه ينفع ان انا اعمله ديفايد لسري طيب نشوف نمبر تاني نشوف نمبر تاني يا جماعة اكبر اللي بالطباعة الصغيرة يا جماعة بنرجع نطبقها على النامبر الكبيرة ده حالو نكتب نمبر مسلا وان اهون نجي بردو القلم تاني اهون وان تو سري مسلا اه كده ماشي اه سري كمان تمام اوكي نمبر زي ده انا هقولك هل ولا تعالو بردو اه ماشي اوكي نمبر زي ده هل ينفع يتقسم على سري ولا لا ديفايد باي سري هقولك تعال كده على جنب اجمع وان بلاس تو بلاس سري بلاس سري طبعا ده سري وسري ودول سري يعني ناين اه ناين ينفع يبقى انا متأكده لما همسك النمبر ده كده اهو وعمله ديفايد باي سري ايا كان الناتج المهمة هيطلع ناتج والناتج ده هيبقى صحيح رقم صحيح من خيء من غير ريميندر نمبر صحيح من غير ريميندر متحقيق لكده الدنيا اوضح طيب نتجرب نمبر كمان فيش مشكلة المهم ايه نوصل للمعلومة كده يا جماعة مع بعض نتجرب نمبر كمان نمبر مثلا وان نجيب القلم ماشي اه وان بردو اه سري كده معنا فور مثلا اه فور مثلا نقول هنا ايه فايف ماشي النمبر ده هل ينفع سري خلي بالكو فيه المكر ولادة لقوة تقولي انا هبص على اول وانتس خانتوا وانتس دي بنبص فيها بس في حالة لما بنقول مع النمبر تو الفاكتورز بتاع النمبر تو تمام لكن في سري لا سري ليها قاعدة ان انا قولك وان بلاس سري بلاس فايف اجمع الديجتس طبعا دول كده على بعض يبقوا ناين تمام ناين ينفع ان انا عمله ينفع اذا انا عارف النمبر كله على بعضه ينفع عمله ويطلع ناتج البرودك ده ايا كان هو المهم انه هيبقى صحيح من غير تمام كده يا رب كده اكون قدرت اوصل لكم المعلومة دي نشوف حاجة كمان بالنسبة لي بتاع الفور قالك هي سهلة لو النمبر اللي عندك بينفع ان انا اقسمه او خلاص يبقى الفور فاكتور ده طبعا من خلال برضو الطايمز تيبل اللي احنا خدناها زي الايت وزي التوالف وزي السكستين قالك برضو الفايف سهلة جدا اول ما اشوف نمبر اوله زيرو او فايف اللي خانة الوانس اذا ينفع على الفايف زي الفايف والففتين والتواني طيب تعال نجيب نمبر اكبر منه هقولك نمبر سري سيفن سكس فايف تو زيرو ها نمبر ده ينفع ديفايدت باي فايف ولا لأ هقولك انا هبصيت على خانة الوانس لقيتها زيرو يبقى الشرط زيرو فايف يبقى ده اكيد ينفع من غير باقي تمام نمسك نمبر تاني سري سيفن اه فايف تو وان اه فايف اي نمبر عايز اقولك ما احمل كان النمبر كبير تمام انا طول ما طبقت القاعدة بتاعتي وان انا بصيت على خالة اللي هي كانت فيها فايف فعارفة ان انا لما هجع عاملها ديفايدت باي فايف اكيد هيطلع النمبر نمبر صحيح من غير ريميندر فاهمين النظرية طب نشوف اللي جاي هقولك السكس السكس دي السكس انا عارفة ان السكس ايكوال تو باي سري عشان كده السكس لازم علشان بقى متأكدا النمبر اللي عندك سكس اف ازا فاكتور ليها لو توفر فيها شارت التو وشارت سري طب شارت تو ايه ان انا نمبر الوانز يكون ايفن النمبر او خالة الوانز يكون ايفن اما شارت سري ان السم ان السم بتاعهم يقبل انه يتقسم على سري ينفع ان انا اقسمهم او ديفايدت باي سري لو توفر في النمبر اللي عندك الشارتين دول يبقى انا متأكدا النمبر ده ديفايدت باي سكس ويطلع نمبر صحيح طب نجرب مسلا نمبر زي تولف شارت التو متحقق اه التو هنا ايفن ايفن هنا في المنبأ في الخالة الوانز طيب نجرب ايه السري one plus two equal three طب ما السري فعلا ديفايدت باي سري يبقى اقدر اطبق فيها قاعدة السري كمان الرول بتاعت السري تمام كده طيب وكذلك اتين او 24 نشوف حاجة كمان بيقولك الناين طبعا سهلة الناين فاكتور انها طبعا لو اي نمبر ينفع ان انا عامل ديفايدت باي ناين فهو خلاص يبقى الفاكتور ناين هيبقى فاكتور لي زي ناين وتويني سافن وفورتي فايف اه طبعا معتمد على تايمز تيبو اللي احنا خدناها يا جماعة كتير طبعا مفروض تبقى فاكرنا على النمبر الاساسية اللي ايه اللي هتمر علينا تن كمان فاكتور لو الوانس درجت بتاعه فيها زيرو معروفة صح زي توني ففتي وان هاندرد وان ساوزند اي نمبر اوله في خانة الوانس زيرو اكيد اكيد ده بيقبل ان احنا نعمله ديفايدت باي تن تمام كده يا جماعة نشوف هنقول ايه كمان هقولك ان في حاجة عايزين نعرفها اسمها جريتست كومان فاكتور جريتست كومان فاكتور طيب يعني ايه جريتست كومان فاكتور طيب يعني ايه اساسا كومان عارف كده لما يبقى فيه انت وزميلة كده انتو الاتنين بتحبوا الرسم كده تقولولي احنا في حاجة كومان ما بيننا حاجة مشتركة طبعا يبقى مبدئيا لما اسمعت كومان يبقى انا دلوقتي يبقى عندك اكتر من نمبر تو او اكتر مبدئيا هنتعامل مع تو تو نمبرز وابدأ اشوف الكومان ما بينهم اوكي وبعد ما بجيب الكومان اجيب اكبر كومان ما بينهم جريتست سهلة جدا تعال نشوف برضو الاكزامبل الاول برضو قبل ما نشوف الاكزامبل هقولك ان انا جريتست كومان فاكتور ان هقدر عاملها بطريقتين الطريقة الاولى اسمها listing method listing method تمام والطريقة التانية اسمها prime factorization اسمها prime factorization اوكي هنشوف هنعملها ازاي بصوا يا جماعة انا بحطوهم جنب بعضي كده على طول علشان اقدر نشوف ايه الفرق ما بين الطريقتين وما ايه مباش فيه اي لغبطة ما بينهم تعالوا نشوف واحدة واحدة كده نشوف من خلال الاكزامبل اتين وتويني فور واحنا عايزين نحسب ايه عايزين نحسب عن طريق الاستنجو ماشد ماشي هقول لك ان انا همسك زي ما احنا متعودين اللي تشارت اللي احنا عملناها انا همسك الاتين واقول الاتين دي equal one times eighteen وي two times nine وي كمان ايه three times six كنا لسا ايه لنا تمام وهمزة كمان التويني فور واقول هي one times 24 او two times 12 او three times eight او كمان four times six طيب ده احنا كنا عاملينهم يا جماعة من شوية طيب ايه بقى الجديد انه عايز common factor ل two numbers دول طيب ساعتها هقول لك تعال نكتب الفاكتورز او واقول ان الفاكتورز احطها كده بالنسبة الاتين في الاول بتاع الاتين هقول كده one two three بص هنمشي كده عشان نمشي بالترتيب هنمشي كده او وبعد كده اقول six nine 18 طيب الفاكتورز بتاع 24 هقول لك one two two three four همشيين كده برضو يا جماعة او و six اهو و eight و 12 و 24 حلو كده طيب انا دلوقتي عايز اجيب الكومان فاكتور الكومان فاكتور تعال نشوف كده مع بعض حتى نغير اللون علشان نشوف الكومان فاكتور تمام نجيب اللون ده هقول لك الكومان فاكتور بقى ادي الone كان مشترك two three ايه تاني six كان مشترك يبقى الكومان فاكتور عندك هيبقى one two three طيب مين الجريت استي كومان فاكتور مين اكبر حاجة طبعا هيبقى equal six شفتوا ازاي الطريقة سهلة عملنا الفاكتور بتاع كل number وكتبناهم بالشكل ده وشفنا ايه المشترك يبقى ده كومان فاكتورز كلهم لكن علشان اجيب الجريت استي كومان فاكتور طبعا اكبر واحد فيهم هو كان السكس تمام نشوف كده اللي جاي طريقة تانية ان انا هستعمل طريقة البرايم فاكتوريزيشا طيب ما احنا برضو كنا لسه شرحين طريقة البرايم بيعملها زي جماعة كنت بقولك انا همسك الاتين واقولك الاتين دي مثلا equal three times six والthree ده برايم خلاص والsix هقولها two times three تمام وكده وصلت البرايم وكمان هنمسك ال 24 هقول مثلا هي عبارة عن four times six والfour two times two ده كده البرايم والsix two times three كده البرايم بصوا بقى كده يا جماعة معي بصوا معي بقى في الطريقة دي بقى اللي جايها انا هقولك تحت علشان اجيب الجريتست كومان فاكتور وانا مستعملة طريقة البرايم فاكتوريزيشا هقولك اول حاجة ان الاتين equal كام دول اهم عندك الاتين equal two بص هنحطو بالترتيب احنا عندنا two and three هنحطو بالترتيب هنقول two times three time three طب ما دي احنا كنا ايلان يا جماعة لما كنت بقولك النمبر الاساسي ده بيساوي حاصل ضرب او نتيجة الملتبليكيشن بتاعة prime numbers بتوع صح كده طيب هنمسك 24 اهم حاجة في الحل الجزء ده جماعة ان احنا نحط بطريقة صحيحة انا شافة 24 prime number بتاعته two and two two and three شوفوا بقى نحطها ازاي two الاولى احطها هنا حطيتها two two التانية ملهاش مكان وتو التالتة ملهاش مكان فهنحطها بعيد كده يعني ما فيش حاجة هنا تحتيها بتوع فهعملهم بعيد وكده خلصت دول كمان three بقى هحطها تحت three من دول ويبقى كده الملتبليكيشن بتاعي شوفتوا ازاي بتتحط مهم 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 جدا نحطها بالطريقة دي طيب كويس بعد كده هبدأ اشوف مين المشترك نغير اللون مين المشترك المشترك كانت two وكانت three عارفين بقى بحث بجريتس كومان فاكتور ازاي بجيب two واحدة من دول واعملها ملتبليكيشن من three واحدة من دول فهيطلع six هيطلع جريتس كومان فاكتور هنا six زي ما كان الفات six يبقى سواء عملنا بطريقة اللاستنج او بطريقة البراين هيطلعوا نفس الناتج باحمل طبعا بال ايه باقي النمبرز اوكي طيب يا ربي كده تكون الدنيا واضحة معاكو وتعالوا نشوف مع بعض هنقول الكلام اللي احنا قلنا ده كله ونفس الاجزامبل من خلال صورة اوضح علشان نراجع عليها والدنيا تبقى واضحة معاكو احنا مسكنا نمبر زي 18 ونمبر زي 24 وقلنا ال 18 هي 1 x 18 او 2 x 9 او 3 x 6 لطريقة اللاستنج و 24 1 x 24 و 2 x 12 و 3 x 8 و 4 x 6 وبدأ انا نقول ان الفاكتورز ونحطوه كده جنب بعض و 1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 18 شايفين هم و 3 دول كده وبنطلع او 6 و 9 و 18 وبعد كده الفاكتورز بتاع 24 هنقول 1 و 2 و 3 و 4 ومكاملين 6 و 8 و 12 و 24 اوكي وبعد كده هنبدأ نشوف الكمان فاكتور ما بينهم اهو ان احنا نعمل سيركل كده او علامة ما بين كل الكمان 1 و 2 و 3 و 6 يبقى كده 1 و 2 و 3 و 6 وطبعا الجريتست فاكتور او الجريتست كومان فاكتور هيبقى اكبر فاكتور اللي هو الساكس تمام كده؟ طيب نشوف حاجة كمان طريقة البرايم فاكتوريزاشن ان انا مسكت هول اتين سنفطها 3 و 6 و 6 2 و 3 و 24 4 و 6 و 4 2 و 2 و 6 2 و 3 وده اتقول لل اتين لازم احطها بشكل ده حطي 2 و 3 و 3 بالترتيب يا جماعة كانوا 3 و 2 و 3 حطي 2 و 3 وهمسك التاني بقى حطه بالترتيب كان عندك 2 اهي حطتها تحت 2 دي 3 اهي حطتها تحت 3 التانية اما 2 و 2 مكانش فيه حاجة تحتهم فحطتهم لوحديهم هنا دي علشان ابدأ اخلي يبقى فيه 2 2 كده على بعض مثله و 2 3 على بعض ويبقى الناتج 2 باي 3 او 2 تايم 3 ايكوال 6 هيطلع نفس الجريت السكومة الفاكتور سواء عملت بطرية الليسنج او عملنا بطرية الإيه البرعي تمام كده؟ تمام ان شاء الله دنيا انا شايفها كده بيت اوضح وتعالوا نوضحها اكتر وناخد مثال هناخد مثال ان احنا عندك سكستين و 12 وبرده عايز يعمل الفاكتور او يجيب جريت السكومة الفاكتور بالطريقتين بتاعنا اول طرية قلنا طرية الليسنج تعالوا نمسكها كده ونعملها مع بعض هقولك ادي السكستين تمام؟ هي عبارة عن 1 تايمز سكستين او 2 تايمز 8 او ايه كمان يا جماعة؟ او 4 تايمز 4 طبعا كل كلام ده سهل عليكو احنا عارفينه طيب بالنسبة ل 12 هقولك 12 ممكن 1 تايمز 12 او 2 تايمز 6 او 3 تايمز 4 كويس كده؟ طيب هبدأ احط الفاكتورز ازاي؟ احط الفاكتورز اهي احط الفاكتورز الفاكتورز بتاع سكستين تمام؟ او لك او 1 و 2 و 4 تمام؟ مش هحط الفورز تاني مش هقرر طرح رامل حاجة قررت مش هقرر الفاكتور مرة كمان و 8 و 16 تمام؟ اما الفاكتور بتاع ال 12 اهو بتاع 12 تمام؟ هيبقى عبارة عن 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 وتعالوا نغير اللون ونجيب نجيب الايه؟ الكمان فاكتور اهو الكمان فاكتور هيبقى ال 1 و 2 و انا شايفة ال 4 كمان اهو بس كده دول كده الكمان فاكتور معنا يبقى 1 و 2 و 4 ولو عايزة اجيب الكمان فاكتور هيبقى اكبر فاكتور في دول هيبقى نمبر فور حلو كده؟ طيب تعالوا نشوف الطريقة التانية وهي طريقة الـ تعالوا نكتب كده مع بعض همسك السكستين هقول السكستين دي ممكن تبقى عبارة عن 2 و انا كده خلصت 2 لانه و افتا عنده اما هنا دي هتبقى 2 و افتا عنده 2 خلاص برايم اما الـ هصنفها 2 حلو كده؟ طيب هنمسك النمبر التاني وهو 12 هقول 12 ده عشان يجيب البرايم هقول هو مثلا ابارة عن 2 حد تاني هيقول 3 براحتك يعيبني ازاي؟ هنا البرايم هنوصل كده كده للناتج نفس الحل و نفس هنا هيبقى 2 كده دول كده البرايم بتوعي طب هحط الشكل ازاي هقولك هنا اول حاجة السكستين دي اكوال شوفوا كده اهم حاجة حطت الحاجة هنا كده نشافه 4 في 4 2 اهو ادي يبقى 2 times 2 times 2 times 2 اما بالنسبة لي 12 انا شافت ان فتنين 2 اهو هحطهم تحت دي يبقى 2 في 2 اهم بس شافة ان 3 بعيدة خلاص احط 3 بعيدة عندي كده تمام؟ مفيش مشكلة انا بقى تعالوا نغير اللون تاني علشان اشوف هحسب ازاي بطريقة ايه؟ نجيب اللي هون تاني هقولك انا كده هجيب كان تمام؟ ساعتها علشان اجيب لو الدنيا مش واضحة معلش اهو هيبقى طول اولى تنزل يبقى 4 يبقى شفتوا ازاي تلعت برضو 4 زيها زي لما حسابنا بي نفس النادي طيب انا هعمل ايه؟ هعمل الطريقة الانسبلي لو ما حدد ليش هعمل الطريقة الانسبلي بس انا شافها طريقة الـ هتحسوها انا اسهل يعني انك بتختصر الـ مش محتاج تفكر كل الـ اللي ممكن تبقى عندك ايه؟ لكن لو طلب بطريقة معينة هنمشي بطريقة معينة طريقة الـ طريقة الـ نشوف كده حاجة كمان مع بعض بصوا يا جماعة احنا كده هندخل في جزء جديد اه بنتكلم فيه على المالتبلز كلمة مالتبلز يعني مضاعفات النامبر مضاعفات النامبر طيب هقولكو احنا كنا قيلين الـ يا جماعة لما كنت بقولك ان 2 by 3 equal 6 صح ولا لا وكنت بقولك ان 6 دي تعتبر product نفس 6 دي هقولك انها تعتبر multiple multiple لإيه؟ multiple لـ 3 مضاعفات 3 او multiple لـ 2 يعني ده كده يا جماعة من فاكرينكم اللي بناخد مبدأ اللي هو مثلا times table ان انا لما كنت بقولك عايز اجيب number 2 كنت بقولك 1 times 2 equal 2 2 times 2 equal 4 3 times 2 equal 6 4 times 2 equal 8 وهكذا and so on يعني فكل ما مشي كده كل الجزء اللي انا جايبها ده كده يعتبر multiples المضاعفات بتاعة number 2 معانا تمام؟ وكذلك لو عملت number 3 او 4 او 5 ده كده فكرة المالتبلز احنا مش بياخد والله انا حاسة كل ده احنا مش بياخد حاجة جديدة احنا بس عمليين ندي تسميات نحط بس بصورة زي ونجيب كده فان شاء الله الدنيا بإذن الله هتبقى سهلة معاكم الجزء ده كمان سهلي جدا بصوا كده معايا بقولك ان انا ممكن اعمل multiple لـ whole number مش هكده وممكن طريد skip counting on the number line يعني ايه طريد skip counting اوكي تعالوا نشوفها كده مع بعض اول حاجة multiple لـ 0 و 1 و 2 و 3 زي موتك ان انت ممكن تكتب 2 by 0 او 2 times 0 equal 0 2 times 1 equal 2 2 times 2 equal 4 2 times 3 6 2 times 4 8 and so on يبقى كل برودك من دول اللي هو الـ 0 و 2 و 4 و 6 ده بقول عليه multiple of 2 اللي احنا لسه شرحينه طب طريقة تانية ان انت لو مسكت كتبت number line مش هكده وبقول ان انا كان بامشي من الـ 0 للـ 2 للـ 4 للـ 6 للـ 8 للـ 10 ما هو ده كان يا جماعة فكرة times table لما احنا اخدناه كنت بقولك مش انا كنت بقولك نكتبها تاني مش كنت بقولك 0 times 2 equal 2 0 طبعا سري 0 1 times 2 equal 2 و 2 times 2 equal 4 و 3 times 2 equal 6 و كنت بقولك الفكرة ان انا كل شوية بنط 2 لانه بتاع times table بتاع 2 بنط 2 بتحرك 2 شوف 0 بقيت 2 بقيت 4 بقيت 6 هبقيت هبقيت 10 هو ده اللي بيعمله هنا كده يا جماعة بقولك 0 هيبقى 2 هيبقى 4 هيبقى 6 هيبقى 8 10 12 and so on وهكذا ماشي بيقولك بقى على نوتس كده سهلا نعرفها بيقولك ان 0 is multiple for any number طبعا ما انا بقى على طول عمال اقول ان 0 لما عمله multiplication لأي number يدي 0 يبقى 0 ده multiple لأي number كويس بيقولك فكرة شوف الـ examble ده وهشرح لكم ده علي انا مش بقولك 2 times 5 equal 10 بيقولك 10 ده 10 multiple لكل من 5 و 2 10 يعتبر multiple لكل من 2 and 5 وكمان ممكن اديله تسمية تانية ان 10 دي is divisible by 2 كلمة divisible يعني يقبل القسمة يعني يقبل القسمة على 2 فاقولك 10 divisible by 2 وهي ده number صحيح يعني فكرة divisible ان يقبل على 2 يدي نمبر صحيح وكذلك 10 10 دي هسميها divisible 5 10 divisible 5 10 divisible 2 وكمان ممكن اقول 10 multiple لكل من 2 and 5 كيف اوكي طيب نشوف حاجة كمان بقولك ان انت هنبدأ ناخد دلوقتي حاجة اسمها بردو common multiple فاكرين ما قلنا مناخد common factors وقلنا اول ما نسمع كلمة common يعني مش شرق يعني اكيد فيه 2 numbers وهتكلم ال common ما بينه تمام هنا بردو هتكلم على ال common بس بالنسبة ليه multiple فهتكلم لو مسكت number 2 و 3 شوفوا كده معي 2 لو مش هتبصت لفوت كده مش هتبصت لزيرو 2 4 6 8 10 12 الجدول الدرب العادي بتاعتوه يا جماعة طيب وتحت بقى 3 0 هنطل ل3 هنطل 6 ل9 ل12 وكمان ومحنا كنا عارفين ده بردو كمان مش كنا بنقعد نقول 1 times 3 equal 3 حافظين 2 times 3 equal 6 3 times 3 equal 9 وهكذا تمام تمام طب انتو ملاحظين ايه بقى معايا ملاحظين ان في نقط اشتركوا الاتنين مع بعض شوفوا النقط الجد دي دي انا شافة النقطة دي كده اشتركوا فيها مع بعض هاي نقطة الزيرو كمان اشتركوا في ايه تاني اشتركوا في نقطة السكس اشتركوا في ايه تاني اشتركوا في نقطة التولم وكمان رجعوا اشتركوا في نقطة الاتين تمام تمام اه انتهيالي كده الدنيا واضحة معاكم. فلو جينا اتكلمنا هنا قلنا الكومن مالتيبل لتو سري هنحدد النقط كده بسهولة من خلال النومبر لاين اللي احنا رسمينه. تاعمل. نشوف حاجة كمان. انا عايز اقول لكم فكرة بس يعني ماشي. هقول لكم برضو انه هو نتيجة الكومن يعني نتيجة اللي هو دربوه اللي ما نعمل فاحنا كده بنتحرك يعني برضو يا ريت تفهموه اللي احنا تحركنا من وبعد كده داني 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 اتين ده يبقى لما اجيب الكومن ما بينهم اكن نجبت نتيجة ايه الملتيبليكيشن ما بين التو سري هعرف هتحرك كم وهم سيكس ستيب طيب نشوف كمان شوفوا مسلا الانزام ده بيقول لك هات الملتيبلز بتاع بس ما ينفعش يا جماعة يسيبها لك مفتوحة. ما هي يعني ملتيبل بتاع فور هاف ده قبقى فور باي وان فور باي تو فور باي سري فور باي هندرد فور باي ساوزن فور باي مليون الى ملة نهاية. فهو لازم يحدده لك النمبر معين. فقال لك هنا تمام. فمسكنا هنا هشرح لك على الحل على طول ان ملتيبل فور زيرو فور ايت تولف سيكستين توني 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 فور تمام احنا مشير كده كل فور يا جماعة زيرو فور اهو بقى تفور وات وتولف وده طبعا الجدول الدرب اللي احنا واخدينه بتاع الفور. وكذلك السكس زيرو سكس تولف ايتين توني فور وهرجع اجيب الكومن مالتيبلز بس شوفوا بقى انا وقفت هنا عند فورتي ايت ما كملتش يعني المهم مش رايز باوصل لففتي لممكن النمبر مايقاهليش ان انا اوصل لففتي بس المهم ما عديش الففتي فوصلت الفورتي ايت وهنا برضو بالصفة برضو وصلت الفورتي ايت تمام? هبدأ اشوف تعالوا كده نعلم عليها كده مع بعض. هلاقي ادي الزيرو مشترك. وايه كمان اشترك معنا هلاقي ادي التويلف اهو اشتركت اهي. ويه كمان هبصة بصة هلاقي ادي التويني فور. اشترك مع بعض اشتركت. تمام? تبقى كل دول كده الملتبليكيشن. اهو الكمل مالتيبلز معايا. الكمل مالتيبلز معايا. تمام كده تمام بوصوا بها يا جماعة اخر حاجة انا خدها حاجة اسمها حاجة اسمها طيب ليست اقل حاجة وكمان مشترك لسه كنا عارفين ازاي نجيب يعني باختصار شديد احنا هتجيب اللي احنا لسه حزبناها تمام وبعد كده نجيب حاجة فيها طيب ما هي سهلة بس برضو هرجع ولك ان ليها طريقتين طريقة وطريقة تمام نشوف الاول طريقة وهنشرح على على طول عندك نمبر زي لما تجيبت المالتبلز بتاع سكس زيرو وسكس تولف اتين توني فور سيرتي ومالتبلز بتاع ناين زيرو ناين بصوا بالنط ناين يا جماعة يعني حتى لو انتم مش حافظين جدول الدرب هنط كل ناين تمام وارجع بعد كده اشوف الكمان ما بينهم الكمان ما بينهم لقيت ادي زيرو او نرجع تامي كده يا جماعة لقيت نجيب برضو القلم لقيت الكمان كان الزيرو الاتين الكمان 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 تمام يبقى اقدر منهم هرص كده احط ال احط كده ادي اه الكمان مالتبل اكتبهم بالصورة اللي احنا كتبينهم كده وبعد كده هقول ان الليست 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 كومان مالتبل وفي سيكس و ناين هو اتين طب حدا هيقولي ازاي بقى اتين وان انا في اه زيرو بني ما اقولش زيرو هقولك هقولك ان انا ان الليست كومان مالتبل لازم يا جماعة معدد زيرو ازر زان زيرو بجيبه انه ازر زان زيرو يبقى سواء المالتبل او الليست كومان مالتبل مش هحط الزيرو معي هبدأ قول عطول اتين سيرتي سكس كزا ولما اجيب الليست هو اول نمبر هيجي لنا اول نمبر هيجي لنا بعد الزيرو الزيرو مش هاخده معي دي القاعدة بتاعة الليست كومان مالتبل او الكومان مالتبل اللي احنا قلنا عليها تمام يبقى ازا هيبقى اتين في الاكزامبل ده طيب يبقى دي طريقة الليست الجماسد اوكي حد بقى يقولي ايه هي طريقة الطريقة التانية اللي هي هنكتب بردو نمبر سكس وهبدأ اشوف والله السكس دي تمام هي عبارة عن ايه عبارة عن 2 times 3 حلو وهمسك 9 هقول 9 دي عبارة عن 3 times 3 بس كده طيب انا بقى هحسب بقى الكومان مالتبل ازاي طيب اقولك ان 6 equal 2 times 3 وهقولك ان 9 هحط بقى زي متعودين كل حاجة تحتية هنا توبه فيهاش حاجة هنا 3 و 3 هنا تمام بس هنا هقولك على حاجة بقى هنا ده مش مشترك هنا لما اجي احسب الليست كومان مالتبل هقولك ترية تانية هقولك هنا انا هنزل بكل واحدة التو هتنزل والسرية المشرقة دي هتنزل واحدة بس منها والسرية الوحدية دي هتنزل واحدة واعمل كل مالتبليكيشن واشوف الناتج هيبقى عبارة عن ايه طبعا التو times 3 equal 6 وبعد كده 6 times 3 equal 18 يبقى اللو كومان مالتبل طلع 18 وطلع نفس لو احنا حسبناه باللستنج مسؤول تمام بصوا يا جماعة برضو معايا الاجزامبل ده بنشرح برضو البرائن فاكتوريزيشن هنشرح على الاجزامبل على طول عندك نمبر 18 و24 هنبدأ نمسك الـ 18 نحللها لـ 2 times 9 والـ 9 3 times 3 وكمان 24 لـ 4 times 6 والـ 4 2 times 2 والـ 6 لـ 2 و3 وطبعا عاملين سيركل كده لان احنا بنوصل للـ prime number مش هنكمل بعدها وبدأنا نكتب ان الـ 18 equal 2 اهي هتنزل واحدة 3 و3 اما 24 هتبقى تحت التو اهي شايفين معايا احنا نشاور كمان اهو ادي التو تحت اهي باتتو هنا التو الاولى ما لهاش مكان فوق 3 فهتروح رايحة هنا دي هتروح هنا والتو التانية هتجي هنا اهو تمام تمام 3 اللي بقت هنا هتروح تحت 3 اللي هي دي تمام اوكي كده خلصنا كل كل حاجة حطناه في المكان المظموط هنعمل ادي الوقتي عشان نحسب اللو كومان مالتبل هقول التو ده مشترك هينزل تو واحدة والسري ده مشترك هتنزل منها السري واحدة وكمان البقيين اللي احنا ما كنش بنزلهم قبل كده هينزلوا في حكاية الايه الفاكتور لأ في اللو كومان مالتبل هينزلوا سري هتنزل سري والتو هينزل تو والتو هتنزل تو طب انا هعمل اي دلوقتي هعمل مالتبلي كيشن ليهم كلهم هيددي هنا اللو كومان مالتبل بالنسبة لي الاكزامل ده اللي هو ما بين اليتين ويتوني فور هيبقى سيفينتي تو تمام كده تمام نشوف كده حاجة تانية مع بعض بقول لك نوت دي عايزاك تعرفها ان احنا لو بنعمل عايزين نحسب له كومان مالتبل لتو نامبرز زي الفايف والسفن على طول هما تو نامبرز برايم نامبرز تمام على طول هما فايف باي سفن هتقول لي طب نشوفها ازاي نشوفها مش احنا كنا نقول ان احنا الفايف هي كده كده مش هدندنا نحللها وان باي فايف والحاجة اللي هنا هي كانت هي البرايم والسفن بارد برايم فانا لو هكتب ان الفايف مش هقول انها الايكوال يا الفايف والسفن هي ايكوال السفن وكدت هنزل لما احسب كده الفايف ينزل مالتبلاي السفن تنزل لو انا احسب طبعا اللي ست كومان مالتبل تمام يبقى انا ما عملتش انا مشيت نفس السفن بتاعتي هيديني نفس النتيجة يبقى انا عايز اعلمك ان احنا لما نلاقي تو نامبرز والتو نامبرز كانوا الاتنين برايم نامبرز يبقى على طول لما اجي احسب اللوك كومان مالتبل ليهم نتيجة ان انا هعمل لهم مع بعض زي مسلا هنا فايف تايمز سفن ايكوال سيرتي فايف كمان مقرب اكتر من نامبر تمام المهم لو التلاتة نامبر ان من دهم لنا كلهم برايم زي تو و سري وفايف برضو نفس السيديوشن ان انا لما اجي احسب اللوك كومان مالتبل هقول ان 2x3x5 هلايك كله ايكوال سيرتي تمام كده يبقى لو هنشوف النظرية او النوت معنا ان اللوك كومان مالتبل for two or more prime numbers is the product of these numbers تاني اللوك كومان مالتبل for two or more prime numbers اتنين او اكتر من البرايم نامبر الناتج بتاعي او اللوك كومان مالتبل اللي انا عايز احسبو هيبقى البرودكت ناتج بتاع of these numbers بمعنى ان انا حاصل الناتج بتاع الايه المالتبليكيشن او عملية الضرب لهم كلهم تمام كده نشوف حاجة كمان احنا خلاص شرحنا كتير يعني ايه جريت استي كومان فاكتور ويعني ايه لو كومان مالتبل تمام وبقول لك ان احنا في جريت استي كومان فاكتور بنتعامل ديل ويز فاكتورز بنتعامل مع الفاكتور والليست كومان مالتبل هتلاقينا ان احنا ديلز ويز يعني بنتعامل مع المالتبل مهمة المعلومة دي نبقى عارفينها اوكي طيب وطبعا هنا منحصل عليها من خلال جريت است فاكتور امانج اكومان فاكتورز اوف زا نمبر من خلال نحن نجيب اكبر قيمة للفاكتورز ودي منحصل عليها من خلال من خلال السمولست مالتبل امانج زا كومان مالتبلز اوف اوف زا نمبر اوكي نشوف كمان حاجة اه نوت دي مهمة جدا ان انت بيقول لك اذا اذا يعني قبل ما نقول ان احنا ممكن لو عندك اي نمبر مثلا اطلال اتمر اتمر اطلال اي نمبر اقدر احسب لها حاجة اسمع جريت است كومان فاكتور صح؟ بالستبس اللي احنا خدناها واقدر كمان احسب لهم لو الكومان مالتبل التاس اللي احنا خدناها تمام بيقول لك احنا لو فعلا ممكن with two numbers وحسبنا واللوقومان مالتبل ورج dissت عملناهم مالتبل لبعضis وfordعami البرودكت اللي هيطلعلي او الناتج اللي هطلعلي هو ناتج البرودكت بتاع ضرب او ملتبل التو نمبرز مع بعض تاني هنا هيطلع علينا نمبر وهنا هيطلع علينا نمبر لو رجعنا عملناهم ملتبليكيشن بعض هيطلعوا هم هم نفس لو مسكنا التو باي او تو تايمز تو ويني فور وعاملناهم مع بعض فهمتوا قص ازاي طيب ايه رأيكوا هيبان من خلال الاكزامل اللي هنشوفه. تعالوا كده تشوف الاكزامل برضو. هنحط لك وهنشرح عليه على طول. بيقول لك هات واللوك كومن مالتبل لتو نومرز اتين والتويني فور. انا بنشرح على طول كمان يا جمال ان احنا عملناهم كتير. صحة ولا لا? حتى التو نومرز دو بالاخص. اتين قلنا هي سري تايمز سكس. والسكس هاده اقول هي تو سري. اوكي. تويني فور او الفور تايمز سكس. والفور هحلله تو وتو. والسكس تو سري. وهبدأ ارصها بالشكل ده. الاتين اكوال. عندك سري وتو وسري. بدأت بالترتيب. تو وسري وسري. حل. والتويني فور نرجع نجيب القلم. التويني فور كان عندك تو وتو وتو وسري. تايمام. هحط التو الاولى اهي. تو الاولى حطتها تحت تو دي. والاتنين تو التانيين ملهاش مكان لان فوق كده سري فحطهم هنا. تو باي تو هنا. تمام? اما سري التالثة هحطها تحت سري دي. اوكي. دي كده الوضع الطبيعي اللي احنا بنحط به الشكل. بتاع اشوف بقى. انا عايزة احسب ايه? والله انا لو عايزة احسب جريت اس كومان فاكتور. اقول كده كده ده اللي كان المشترك. وده الكومان معنا. تمام? فبينزل تو تايمز سري. هيبقى ايكوال سكس. يبقى جريت اس كومان فاكتور ايكوال سكس. طب لو عايزة احسب اللو كومان مالتبل. هقول هنا انا بنزل من دي تو واحدة. وبنزل من دول سري واحدة. اما البقية كلهم ينزلوا. سري وتو وتو. نزلوا معايا. فاذا اللو كومان مالتبل نتيجة حاصل ان احنا بنعمل لهم كل دول مع بعض. فهيطلع معايا سفينتي تو. هيطلع معايا سفينتي تو. خلاص? كده انا حطتهم لك من جمع بعض. وقدرنا نحسب ازاي بنقدر نجيب كومان فاكتور. واللو كومان او ليست كومان مالتبل. تمام? بس طبعا دي بطارية البرايم فاكتور. طيب. تعال بقى نشوف الالقاعدة اللي احنا قلناها. اهي. احنا قلنا ان انا لو مسكت كومان فاكتور اللي طلع سكس. واللو كومان مالتبل اللي طلع سفينتي تو. وعملتهم كده كده مع بعض بالشكل ده. تمام? هيطلع النمبر عندك فور هاندرد سرتي تو. تمام? ولو مسكت نمبر الاصليين اللي انا عملتهم اللي هما اتين وتويني فور اللي انا عملتهم اساسا البرايم فاكتور. وحطتهم كده بالشكل ده. وعملت المالتبليكيشن عادي زي ما احنا متعودين. هيطلع برضو فور هاندرد سرتي تو. تمام? يبقى معنا كده النظرية اللي احنا قلناها متحققة. ان لما اجي. شوفوا طلع نفس النمبر اهو يا جماعة. فور هاندر سرتي تو. ان لما هاجي اعمل. تمام? هيطلع نفسه. لو كنت عملت من الاول يعني انا هم بتعملهم مع بعض. اللي ايه? اللي هما في الاول. تمام? احنا كده يا ولاد نبقى خلصنا الفيديو. اه معلش انا لو طولت عليكم او كان الفيديو برضو فيه شوية سرعة. لو في حاجة مش فهمينها. ممكن ترجعوا الفيديو. تسمعوه مرة تانية. اه ممكن لو الفيديو طويل عليكم. تقسموه الخلصوا البارت بتاع الفراك الفاكتورز الاول. وبعد كده نشوف البارت بتاع آآ هو الموضوع والله سهل. هو بس محتاج. ان احنا نبدأ بقى نطبق الكلام ده ونحل ونحل اجزامبل بقدينا. ونشوف هتطلع مظبوطة معانا ولا لأ. آآ اتمنى كده يا ولاد ان انا يكون وصلت لكم المعلومات اللي انا عايزة اقولها. آآ اتمنى برضو ان انتو تحلوه حلو كتير. تمام? حلو كتير هو ده اللي هيفرق فعلا معاكم. انتو تحلو بقى بقديكم وتشوفوا ايه دنيا عاملة معاكم ايه. زي ما قلت لكم ان انا برضو هنزل بازن الله فيديوهات خاصة لكل اللسن. وهنبدأ نحل الخاصة بكل اللسن زي ما متعودين خاص. بس كان مهم ان انا نشرح الفيديو ده كله على بعضه بحيس برضو وقت الامتحانات انا حاسة ان احنا متزمين به. تمام? وكمان اللي باخدنا الفكرة العامة كلها للايه للكونسبت ده كله. في النهاية اتمنى ان انتو تشيركوا في القناة واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الجديد اللي بنقدموه. وكمان يا جماعة لو فعلا بتستفادوا معانا تعملونا لايك وشيروا لكل زميل كل اللي اللي بتساعدونا. ان احنا بنوصل لاكبر عدد من الناس. وبالتالي الافادة بتعمى على الجميع. ونشوفكم ان شاء الله على خير الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.